وأحد الأخبار اللي كان متصدر أو الهاشتاغات اللي تصدرت لترند في العراق هذا الأسبوع هو كارت الهاشتاغ بعنوان واسم انصفوا عقود التعليم 315 فطالب العديد من الرواب منصة التواصل الاجتماعي طالبوا وزارة التعليم العالي بانصاف عقود 315 في الوزارة وكانت أبرز المطالب هي أنهم يحتسبوا لهم خدمة الأجر والمحاضر مع خدمة العقد لغرض تثبيت من كانت قدمتها الكلية خمس سنوات وأكثر الظاهر مجموعة من الموظفين التابعين لوزارة التعليم العالي العراقية بصفة العقود قبل الأيام أمام مبنى وزارة طبعا المظاهرات كانت مطالبة بتثبيتهم على الملأك الدائم وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة المحتاجين طالبوا وزير التعليم بتنفيذ وعودة طبعا اللي كانت من سنوات عديدة بعد أن تم إقراجهم ضمن ميزانية عام 2020 وتم تخصيص المبالغ اللازمة لسد مرتباتهم راح ننتقل الآن إلى أبرز التغريدات اللي كانت حول هذا الموضوع والتغريدة الأولى من دي آر اللي تقول أنه هاشتاغ انصفوا عقود التعليم 315 ساندوا عقود التعليم ساندوا كفاءات التعليم وإطلاق المستحقات المالية وانصفوا عقود التعليم أما التغريدة الثانية فراح تكون من سارة البيات اللي تقول صار ثلاث سنوات ألف كتاب يروح ويجي تعليم مستلمين ولا فرس تغريدة الثالثة من وليد الموسى واللي يقول سنوات من التعب وخدمة التعليم وإلى الآن بدون حقوق أما التغريدة الأخيرة فمن محمد الكبيسي اللي يقول مطالب بشروعة لأصحاب عقود قرار 315 تنتظر الإنصاف وإعادة عقود ما بعد 12 واستمرار التعاقد معهم وفق قرار 315 تخصيص مالي لجميع العقود وبأثر رجعي واحتساب خدمة الأجر خدمة فعلية لغرض التثبيت على الملاك الدائم موسيقى